أم أيمن من لبنان تقول يا لو سمحت يا شيخ تفسر لنا عن عدة المطلقة أو بالأحرى المختلعة نفسها من زوجها أم أيمن بارك الله فيك أولا بالنسبة للخلع اللي طلبتي أنت إذا مثلا حصل عدم وفاق بين الزوجين والزوجة غير راقبة في الاستمرار مع هذا الزوج والزوج متمسك بها ورافض الطلاق فإن لها الحق الشرعي في أنها تختلع منه بشرط أن تقول بأني لا أتحمل العيش مع هذا الرجل مثل ما قالت جميلة لما أتت النبي عليه الصلاة والسنقات والله يا رسول الله لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين دين وأخلاق لكنني أكره الكفر في الإسلام يعني كفر الزوج عدم القيام بحقوق الزوج وجاء في لفظ في السنن لا يجتمع رأسي ورأسه على وسادة فالمقصود بأن المرأة غير قادرة على أن تستمر مع هذا الزوج هو متمسك بها ورافض الطلاق المحكمة تنصفها وتخلع ترجع المهر كاملا للزوج أو على حسب ما يتفقان عليه وإذا صدر الطلاق يعني صدر الخلع العلماء يقولون هل الخلع فسخ أم طلاق كلام طويل بين العلماء من أهل العلماء نذهب إلى أن الخلع طلاق وأنه تعتد ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الأقراء وثلاث أشهر إذا كانت من الآيسات والذي يظهر أنه الراجح هو القول الثاني وأن المختلعة تعتد بحيضة واحدة بحيضة واحدة تستبرع فيها الرحم هذه الحيضة وبعدين تحلي للأزواج بالنسبة للطلاق الطلاق معروف لأنك أنت ذكرت الطلاق بعدين قلت لا الخلع بالأحرى الخلع إذن هذا هو يعني هذه أحكام الخلع